اهلا بحضراتكم من جديد بيتجدد لقائنا بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة هنلقي الدوق خلال هذا اللقاء على العديد من الملفات هننقشها وهنحللها في الحقيقة النهاردة عندنا ملفين في غاية الأهمية سواء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية والقمة التي عقدت في جدة وكمان زيارة الرئيس عبد الفتح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في حوار بيترسبيرج للمناخ خليني أبدأ مع حضرتك في البداية أنا برحب بيك أهلا بك أهلا وسهلا بيك أهلا بيك طيب نبدأ من الحدث الأبرز ولا نبدأ من قمة جدة والتحضير للقمة التي عقدت في جدة منذ أيام بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن برؤية شاملة حضرتك شفت التحضيرات للقمة إزاي وأهميتها في هذا التوقيت تحديدا يعني هو حصل من فبراير الماضي بدأ التحديد لهذه القمة بدأ التحديد للصفر بدأ التحديد لزيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط كان عندنا سببين السبب الأولاني قضية الطاقة التي ارتفعت قدت إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الناس تقول 8 أو 1 من 10 بعد الناس تقول 9 أو 1 من 10 سواء كان هذا أو هذا في الحقيقة هو رقم لم يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل إذن قضية الطاقة كانت القضية المحورية السابع الأساسي الذي دفع الرئيس بايدن إلى النزول إلى المنطقة والتفاهم مع المملكة العربية السعودية في هذه النقطة بالتحديد سبق أن ذهب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الرياض ولكنه لم يوفق وأيضا توسط رئيس الوزراء البريطاني المقال أو المستقيل يوريس جونسون وأيضا لم يوفق وكأن الرسالة إذا أردت أن تناقش الطاقة فلتأتي إلى وطن الطاقة وبالتالي كان على بايدن أن يأتي إلى وطن الطاقة النقطة التانية التي دفعت بايدن إلى زيارة المنطقة هي أنه هناك ما يعرف بالتجديد النصفي لانتخابات الكونجرس في نوفمبر في نصف نوفمبر وإذا لم يحصل حزب الديمقراطي على عدد كافي من المقاعد يسمح له أن تكون له أغلبية في المجلس في المجلس على الأقل للسيناترز أو الشيوخ ففي هذه الحالة لن يكون للرئيس الأمريكي قدر على اتخاذ قرار أو تنفيذ قرار يتخذه وهنا بيطلق في الأدبيات السياسية الأمريكية لقب هنا يتحول إلى البطة العرجاء وده تعبير قديم جداً من يعني مش خاص بأي رئيس ولكن جزء من أدبيات السياسة هنا كان يجب أن يذهب بايدن إلى الجانب الآخر من النهر وإسرائيل أو الجانب الآخر من المنطقة هي إسرائيل لأنه يرضي الإيباك أو اللوبي اليهودي أو اللجنة الإسرائيلية الأمريكية اللي هي بتدافع عن مصالح اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية عشان يضمع أن ينجح في الانتخابات دول السببين المهمين جداً اسمح لي أنقش حضرتك في النقطة في غاية الهمية حضرتك اتكلمت في أنه إذا أراد جو بايدن أنه يحل أزمة الطاقة عليها أن يأتي لوطن الطاقة الأزمة اللي حصلت في الولايات المتحدة دي حصلت منذ فبراير وهي يعني بتتزاون مع الأزمة الروسية الأوكرانية على حسب ما فهمت من كلام حضرتك طبعاً العالم كله بيدور وبيبحث عن بدايل متعلقة بالطاقة بدل من روسيا لماذا جاء الشرق الأوسط في مقدمة هذه البدايل من وجهة نظر جو بايدن؟ بسبب بسيط جداً أن الشرق الأوسط هو وطن الطاقة فيه أكبر مخزون احتياطي للنفط أيضاً فيه أكبر احتياطي ضخم جداً من الغاز الطبيعي وهم دول محور الأزمة اللي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية فكان من الطبيعي إذا أردت أن تخلق توازن ليه بقى؟ اللي بيحصل أنه العالم ما فيش سلعة أسرت في السياسة زي النفط النفط سلعة سياسية مجرد ما بايدن قال أنه انخفض السعر 20% الأسواق بدأت تتوازن والسعر ينزل تاني يوم قال إيه؟ إحنا صحيح اتفقنا مع السعودية على زيادة الانتاج بس لسه مش عارفين راح تسترع تفع تاني إذن هنا هي سلعة شديدة الحرج وشديدة الحساسية لأنه التعاقدات عليها بتتم على فترات لاحقة ومن سمى كلمة أو تصريح أو خبر أو رأي يؤثر فيه إذا والطاقة عندما ترتفع الطاقة بترتفع تكلفة الحياة بشكل عام بالإضافة إلى طبعاً أزمة الغذاء وهذه قصة أخرى إذن كان علي أن يحدث توازن في قضية الطاقة هذه المحطة الولى حصل خلاف تسافر ولا ما تسافرش مجلس الأمن القومي كان بعد أطرافه قال له ما يسافرش رحلة طويلة وشاقة ورئيس 79 سنة وحيطلع من هنا يروح هنا يطلع على أوروبا عشان يكمل الرحلة المفروض مع حلف الأطلنطي وهذه رحلة طويلة جداً وشاقة جداً والدنيا حر أيضاً كمان بنتكلم على خطر الإصابة بالكوفيد 19 إلى آخره ولكن قال أنا المصلحة الأمريكية بالنسبة لي أهم ومنسمى جرس سفر كان المعادل الأولاني نص يونيو جون أو شهر يونيو تأخرت شهر بسبب هذا الخلاف وإذا بنا في النهاية بتحدث هذه الرحلة طيب ما هي الضمانات التي أتى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في حقيبته في هذه الزيارة عشان تضمن برضو دول الشرق الأوسط والدول العربية إن هي الولايات المتحدة ما تغربش بوجهها مرة أخرى ما كانش فيه ضمانات لأنه تحدث أحاديث رومانسية جداً عن الشراكة وعن التفاهم لأنه الأزمة بدأت إمتى؟ بدأت من أيام الرئيس الأسبق أوباما أوباما وجد أنه الشرق الأوسط ليس مهماً بالنسبة له وأنه عليه أن يعطي ظهره للشرق الأوسط وينظر إلى الشرق الأقصى إلى الصين وبايدن هو نموذج بشكل أو بآخر من لأنه كان على الأقل نائب لأوباما تمام؟ فخرجت القوات الأمريكية من الشرق الأوسط زي ما خرجت من العراق وزي ما خرجت من أفغانستان وأصبح هناك هذه المنطقة فجأة أصبحت منطقة مكشوفة الأمن القومي لهذه المنطقة أصبح مكشوفاً وتعرضت هذه المنطقة إلى ضربات من صواريخ ومسيارات طواريخ باليستية جماعات الحوسي في اليمن إلى آخره ما يشعر فين الضربات الموجعة في الأماكن الاستراتيجية للمناطق الخليج كلها جاء من يمن ومن ثم بعد سحب بطاريات سكود وجدنا أنه خلاص الدنيا مكشوفة إذن أنت حصلت هنا أول مرة يشعر العرب تشعر منطقة الخليج تشعر السعودية أن العلاقة القديمة والعلاقة الاستراتيجية والعلاقة التاريخية والعلاقة الأمن والمصلحة المتبادلة قد خزلت وجرت عملية تراجع واضح جداً إذن هنا حصل فراغ في المنطقة هذا الفراغ مع تغير النظام العالمي اللي بدأنا فيه تعدد القوة تعدد يعني بقت الصين طرف موجود بقت روسيا بشكل أو بآخر موجود يعني نظرية فوكياما بأنه نهاية التاريخ وأن القوى الأوحد سقطت تماماً وبدأت هناك علاقات قوية جداً بين منطقة الخليج وبين مصر وبين كل دول منطقة الشرق الأوسط وبين الصين من ناحية وبدأ فيه حاجة ما المنتدى العرب الصيني بدأت هناك اتفاقيات بل أن هناك اتفاقيات لتصنيع سوريخ بالاستية لبعض الدول المنطقة العربية في المنطقة الخليج إذن بقى هنا الفراغ بدأ بقوة جديدة يجري الامتلاء في نفس الوقت وجدنا أن بايدن جاي يتكلم عن حلول دبلوماسية يتكلم عن بالنسبة للعرب على الأقل في نفس الوقت بنجد أن المحطة الإسرائيلية لها جانب آخر يعاكس هذا الجانب العربي إزاي؟ لو شفنا مشاهد نزوله المطار هنجد أن المطار قد تحول إلى معرض للأسلحة العسكرية هنجد أن فيه حاجة اللي اسمها القبة الحديدية اللي هي مصيادة الصواريخ وبجدنا صاروخ نموذج لصاروخ جيتس وبدأ الكلام عن ما يسمى بمقلاع داود وأيضا بدأ الكلام عن الاعتراض الصواريخ البلاستية والمصيرات بما يسمى بأجهزة الاعتراض المصنوعة من الليزر وهذا تطور عال جدا وبدأت إسرائيل تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تدخل في الشراكة حوالين بالذات تطوير المنظومة الدفاع الجوية خصوصا إبعا أن هذه المنظومة حصل فيها نقص بمنسبة 10% عندما حدثت الحرب بين غزة وإسرائيل وجدنا أن كثير من الصواريخ قد سقطت بالفعل وفلتت من القبة الحديدية هنا بنجد أن بايدن هنا بيدي الإسرائيل كثير من التعهدات بيديها رغبة في المشاركة لإنتاج أسلحة المواجهة أو القبة الحديدية أو مواجهة الصواريخ أو مواجهة المسايرات وفي نفس الوقت ما يعرض عليهم كمان بسألهم وإنتوا ليه ما جبتوش الورق بتاع الاتفاقية اللي إحنا حنسمح للمواطن الإسرائيلي مندخل الولايات المتحدة الأمريكية بدون تأشيرة يعني ثم أنه ذهب إلى المكان الهولكوست أو المكان ووجدنا وضع ما تسمى بالكيبا أو الطقية اليهودية وبالعكس ده رغم سنه الكبير نزل على يعني رجبته وحية سيدتين نجتة من الولكوست وبدأ يتكلم عن فكرة أنه من الممكن أن تكون سهيوني حتى لو لم تكن يهوديا ومن ثم هنا بنجد أنه فيه محاولة لأن يعطي الإسرائيل كثير ولكن في الحقيقة بدأ ذلك غريب يعني غريب عن الناس ولكنه في الحقيقة ما كانش غريب لأنه إسرائيل في كل من يوم أعلنت سنة 48 حتى الآن وهي في حالة أمان وضمان من كل حكام الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم كل ما قيل عن الاتفاقيات الاستراتيجية هو تحصيل حاصل يعني ليس فيه جديد حجم ما تقادته إسرائيل أو ما حصلت عليه إسرائيل من سنة 48 حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها يزيد عن المتين مليار دولار سواء كان مساعدات مالية مباشرة أو مساعدات تكنولوجية أو أسلحة طيب أستاذ عادل بما أننا رحنا أو انتقلنا للنقطة المتعلقة بزيارة إسرائيل حضرتك كان لك تغطية لزيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد في القمة اللي عقدت في إسرائيل لا القمة اللي عقدت في السعودية هل فيه فرق بين الزيارتين يعني فيه مبدأ في الدبلوماسية يطلق عليه المعاملة بالمثل وهنا بنجد أنه المملكة العربية السعودية طبقت هذه المبدأ عندما أزعب أي حاكم في العالم سواء من منطقة الشرق الأوسط أو من أوروبا أو كان حليف الولايات المتحدة الأمريكية أو على خلاف معه بنجد أنه إذا كانت زيارة رسمية فيجر استقباله عند بروتوكول متواضع جدا في قاعدة أندروز الجوية ثم بعد ذلك ينتقل الضيف إذا كان ضيف دولة ينتقل إلى استراحة الضيافة الرسمية للبيت الأبيض اللي هي على الجانب الآخر من البيت الأبيض ثم بعد ذلك يجري عملية المراسم في البيت الأبيض نفسها أما إذا كانت الزيارة بناء على طلب الضيف زي بايدن مطالب من الزور السعودية هو اللي طلب مش العكس ففي هذه الحالة بيكون الاستقبال كما جرى في جدة يعني من نفس الشيء استقبله أمير منطقة مكة ثم كان الاستقبال على باب قصر السلام وبالتالي هذا كان بروتوكولا طبيعيا وليس فيه شيء غير عادي بناجد بعد ذلك كان قبل ما يجي بايدن بسبوعين كان فيه لجنة كبيرة جدا من خبراء البروتوكول يعني بلاش تصافح بلاش تسلم بلاش تصريحات الكذا يعني كان فيه قواعد موجودة ولكن هو كان بالتالي كانت السلام بالقبضة دايوان كان سلام طبيعي جدا بناء على تعليمات البروتوكول في زل أزمة أصلي يمكن كان فيه تعليقات كتير نزلت على دراوظة وبالتالي نشرح المسألة الطبيعية ما جارع كان أمرا طبيعيا وده تخضع زي ما قلت لحضرتك لمسمى المعاملة بالمثل يعني طيب يمكن حضرتك تتكلمت كمان في مفات حديثك عن فكرة وجود فرغم الممكن أن هي تملأ قوة أخرى ويمكن ده اللي أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الجزء المتعلق بالعلاقات بين واشنطن والشرق الأوسط وأن واشنطن مش هتتخلى عنها وأنها عندها رؤية جديدة مش هتسمح بوجود قوة أخرى تملأ هذا الفراغ الموجود في العلاقات بين الجهتين طيب الخطوات اللي تم اتخذها من قبل الولايات المتحدة أو الرؤية اللي يمكن ترحى الرئيس جو بايدن تنفيذها ممكن يكون سهل وهل فعلا هتملأ هذا الفراغ ولا ممكن برضو يتم النظر لقوة أخرى بما أننا مش بنتكلم دلوقتي زي ما حضرتك قلت عن عالم يعني فيه أقتاب واحدة أو بقينا بنكلم عن قدبين لا ده في روسيا في الصين في غيره يعني البيانة الرسم السعودي وضح المسألة قال أنه هذه خيارات المنطقة يعني أنه البحث عن المصالح هو أمر مشروع ومنسمى هذه الرؤية التي جاء بايدن تظل رؤية تظل في حدود الرؤية تظل في حدود التصور لأنه في النهاية مش عايز يدخل في خطوات تانية وإن كان تراجع عن بعض الأمور زي مثلا كان منع بيع السلاح بعض أنواع الأسلحة نفسها فوافق عليها ولكن فيما عاد ذلك يعني لم بالعكس ده هو عنده إحساس بالفخر أنه جاي أو الرئيس أمريكي يدخل المنطقة باعتبار أن الدبلوماسية هي العمل الأساسي طيب ماذا تنفع الدبلوماسية في التهديدات الإقليمية الموجودة؟ متى تنفع؟ مش هتنفع في تهديدات موجودة صحيح وبعدين في نفس الوقت بنجد أنه في مشكلة قائمة على الأقل بين إسرائيل ولبنان أو بين إسرائيل وحزب الله حوالين الحدود البحرية وبالتالي استقلال حقول الغاز قالت حنقص في المسألة الحاجة الثالثة بايدن تكلم على ما يوش في الندمة استقبل في السلطة الفلسطينية في بيت لحم لإناع بيتكلم عن حل الدولتين إذن ومصر متفقة مع حل الدولتين وكل كلمات الزعماء والقادة العرب في القمة اتفقوا لحل الدولتين ولكن الشيء المسير للدهشة أن حل الدولتين بايدن قال عليه إيه بس الحياة ومش في المنظور القريب يعني إن شاء الله حنشوفه بعدين تمام طيب أبو مازل رد عليه وقال له إيه قال له حل الدولتين إذا لم يتم الآن فربما لن يحدث فيما بعد وبالتالي وجدنا أنه نفس الوقت نجد أنه أقصى ما فعله الفلسطينيين هو أنه قدم 100 مليون دولار لمستشفيات شرق القدس ولكن في نفس الوقت لم يستقبل عائلة شيرينة أبو عقلة مع أنها معطنة أمريكية طيب يعني أقدر أفهم من كلام حضرتك يا أستاذ عالي لأنه الهدف من هذه الزيارة هو أن نحن نحل أزمة الطاقة الموجودة في الولايات المتحدة وآه هننظر في باقي المشكلات والتحديات الموجودة بس الهدف المرجو الأول والأوحد من هذه الزيارة كان حل حالة الأزمة المتعلقة بالطاقة أيضا عشان كده النهاردة السعودية قالت أنه أنا حقلق ما يسمى بتوازن أسواق الطاقة ولكن ما هو معنى توازن أسواق الطاقة هو طالب بشكل أو بآخر برفع زاد الإنتاج عشان السعر يقل لكن هنا السعودية هي أيضا شريك مع مجموعة أوبيك بلس ومن ثم هنا مصالح الشركاء ستكون تحت الرعاية السعودية ومن ثم الحقيقة ما نحنش ضمنين أنه بايدن يعني الأمور قد نجحت في هذا الموضوع بالتحديد ومن ثم هنا لقينا أنه لا يزال سعر الطاقة مرتفع ولا يزال التضخم عالي جدا واحتمال أن ينخفض سعر الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في العالم كله يعني احتمال موجود ولكن ليس كما يتخيل بايدن احتمال قائم ومستمر الحقيقة لكن مش بنفس التصور ولا بنفس السرعة المتخيلة بايدن لأنه العنصر الأساسي في الموضوع ده إيه؟ الحرب الأوكرانية العنصر الأساسي إيه؟ أنه الناس ألآنا فبالتالي بتستور الطاقة وبتتعاقد على طاقة مرتفعة السعر يعني القضية خارج عن نطاق منتج الطاقة والولايات المتحدة الأمريكية طيب عايزة أتناقش مع حضرتك أيضا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة في الحقيقة كلمة كانت تضمنت خمسة محاور حضرتك شفت هذه الكلمة زي وإزاي قدرت أو قدرنا نلخص المشكلات الموجودة أو التحديات اللي بتواجهها خصوصا للدول العربية في الخمس محاور الدول وإزاي ممكن يدخلوا قيد التنفيذ؟ لأنه الحقيقة يعني مصر السياسة المصرية الخارجية أيما على هذه الأسس أيما على أساس مواجهة الإرهاب بشكل واضح جدا أيما على أساس الإصلاح السياسي والتحول نحو الديموقراطية بشكل خلال الحوار الوطني أيما على فكرة أن الركن الأساسي لمشاكل الشرق الأوسط موجود يقبع في المنطقة الفلسطينية الإسرائيلية أنه التهديدات اللي موجودة تدخلات في شؤون المنطقة سواء كانت من قوة إقليمية أو من قوة غير إقليمية وردة ومنسمع رفضين هذا الأمر وده اللي بيكان خلى رئيس وزراء العراق موجود في القمة بشكل أو بآخر إذن هذه معطيات أساسية في السياسة المصرية وكان من الطبيعي جدا أن يجري طرحها بشكل واضح وجرى توافق عليها وربما الحقيقة يعني أنا حضرت القمة العربية بتاعة ترامب ولكن الحقيقة كان للجو العربي كان فيه يعني انذار بعواصف الحقيقة العواصف فعلا تحققت بعد الزيارة بأسابيع قليلة أنا أستطيع بجدا وهلالك كمراقب للناحيتين أن الأول مرة بحسي بتوافق عربي صحيح الأول مرة حقيقة بحسي بتفاؤل أن العربي العربي يمكن أن يتفاهم أو يمكن أن يتوافق ويمكن أن يتشارك ويمكن أن يتبحث وده كان واضح فيه بعض واضح في الاتصالات التي جرت قبل القمة سواء كانت تصالات تليفونية أو زيارات بين أطراف مختلفة من المنطقة ده بيدي أن المنطقة قد تعلمت الدرس استفادت من الدرس استفادت من فجأة أن تستيقظ من أنهم تجد أن أمناء القومي كله مكشوف ومن ثم كان على هذه المنطقة أن تعتبر أن جزء من أمناء القومي هو موجود فيها هي شخصيا موجود في ذاتها وبالتالي قضية الأمن القومي والمساهمة والمساعدة المشتركة بدأت أكثر تفاؤلا في هذا القضاء ويمكن ده كان بيّن في كلمات الزعماء والقضاء طيب اسمحوا يا أستاذ العيدة أن نخرج لفاصل ونرجع من بعد ونستكمل هذا النقاش أود التأكيد على أن مصر لن تتدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها خطوات قليلة تفصلنا عن كمة المناخ كوب 27 والتي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم وتعد قضية التغيرات المناخية إحدى أهم القضايا البيئية التي لها تأثيرات كبيرة على كافة القطاعات ومنها جاء الملف البيئي على رأس أولويات الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتستعد مصر لكمة المناخ على المستوى الوطني حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخية 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفعالية لأثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري مع تعزيز ريادة مصر على السعيد الدولي في مجال تغير المناخ تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حزمة أولى من المشروعات من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والأثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ وتسعى الاستراتيجية لتحقيق خمسة أهداف أولها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف الكطاعات والهدف الثاني بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة لتحقيق هذه الرؤية فإن مصر تعول على دعم كافة الأطراف ومساهماتها في توفير مناخ من الثقة يمكننا من تحقيق النتاج التي تتطلع إليها شعوبنا ويظهر الاهتمام المصري الواسع بكمة التغيرات المناخية كوب 27 على الشق الفني فيما يتعلق بجهود الدولة للتحول للأغدر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة انطلقت عدد من المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأغدر ووسائل النقلة الصديقة للبيئة وبدأت الحكومة تحديث أطر التنمية منخفضة الانبعاثات والتي تهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة من مصر محمد الجباس أهلا بحضراتكم من جديد أستاذ عادل هنتقل محضرتك لموضوع تاني وهو حوار بيترسبرج النهاردة شفنا كلمة للسيد الرئيس في حوار بيترسبرج وكمان شفنا له كلمة في المؤتمر الصحفي الجمعة وبالمستشار الألماني أولاف شولت خليني أبدأ محضرتك في الأول بحوار بيترسبرج والمحطة الأهم يمكن زي ما بيقال عنها قبل كوب سبعة وعشرين اللي مصر هتستضفها إن شاء الله في نوفمبر المقبل أهمية هذا الحوار وإزاي هو يعد تمهيد لكوب سبعة وعشرين في كوب خمسة وعشرين اللي هو في 2015 كان فيه المؤتمر البناخ في فرنسا والحقيقة كان من أهم المؤتمرات لأنه خات قرار بأنه لا تزيد درجة حرارة الأرض عن واحد ونص درجة مقاوية وبدأ يتكلم على أنه فيه مئة شركة بيتمسؤولة عن واحد وسبعين في المية من التلوث اللي موجود ومع أزمة الطاقة اللي موجودة بدأ الكلام عن عودة الفحم من جديد والصين أساسا بطلت الفحم فترة ثم رجعت له تاني وهي أكبر منتج ومستورد يعني أكبر مستهلك للألم وجدنا أنه أزمة الطاقة أزمة المناخ هذا التلوث أدى إلى إيه؟ أدى إلى خلل في الطبيعة الخلل في الطبيعة أدى إلى أنه المنطقة الشرقية من الصين حصل فيها سيول قدت إلى انخفاض محصول الأمح إلى تقريبا أكثر من النص بشوية ثم المنطقة الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية حصل فيها نفس الشيء بالنسبة للأمح فمع الحرب الأوكرانية ومع أزمة الطاقة ومع كل ده جاء المناخ وبدأ يفرد إرادته على الجميع الرقم اللي موجود في أفريقيا بسبب أزمة المناخ والسبب التصحر والجفاف بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة بسبب قطع إمدادات الغذاء بتتكلم على أنه توقعات بأن هناك واحد وستة من عشر مليار بني آدم ربما لا يستطيعوا أن يمتلكوا ثمن الغذاء ومسمى المجانعة قادمة بدأ التحول بوضوح جدا أنه المناخ ضرورة في هذا الشأن أهم ما أصفر عنه مؤتمر باريس هو أنه قال أن الدول النامية لها الحق في مساعدات تصل إلى 100 مليار دولار ولكن بالعكس ده أكتر من كده قال إيه ده إحنا كمان في 2025 حنلازم نزودهم لأن الرقم متواضع جدا بس لم تفي الكثير من الدول لجانة شكلت لجنة سياسية ولجنة فنية ولجنة لوجستية اللجنة السياسية هي اللجنة اللي بتتفاوض مع عدد من الدول حوالين تنفيذ مقرارات المناخ في باريسي حاجة تانية أنه بنلاحظ هنا أنه الرئيس السيسي النهاردة قال أننا وضعنا وثيقة حسة مصر وطلب المشاركة لأن الأرقام المطلوبة لمثل هذه المؤتمرات مرتفعة جدا وبالتالي بدأ لابد من أن تكون هناك مشاركة أيضا بنجد أنه فيه دي مش بس هذه الزيارة سبقتها أيضا اتصالات دبلوماسية عليها المستوى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بين مصر وعدد من الدول الأوروبية كل ذلك لإنجاح هذا المؤتمر هذا المؤتمر فيه ثلاث فئات هتكون مشاركة فيه اللي هي الفئة الأولى الحكومات واللي بسموها التفاوض الحكومة هنعمل إيه؟ أيضا الشركات لأن فيه شركات كتيرة جدا بدأت تتكلم عن ما يسمى بالطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء وبدأت كلام عن أنه محتاجين قد إيه من الأرقام عشان نتحول إلى الطاقة الخضراء على سبيل مثال بعض الناس قال لك احنا محتاجين مثلا 25 تريليون دولار عشان نوقف تدهر المناق وبدأت البنوك في أوروبا يعني ترصد ميزانية توصل إلى 2 تريليون لتمويل شركات كثيرة جدا تبدأ في تحول نحو الطاقة النظيفة أو تتجنب آثار السلبية للملاق وبالتالي كل هذه القضايا هي محور التفاوض الذي جرى الآن اليوم في ألمانيا طيب حضرتك ذكرت تحديات عالمية متعلقة بأزمة الطاقة وأزمة غزاء والتدعيات يعني الاقتصادات لم تستفيق من تدعيات كورونا وجدت تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية السؤال حضرتك متعلق بشقين حضرتك اتكلمت على اتفاقية باريس للمناخ وكمان في قاب 26 اللي أقيم في جلاسكو والرئيس عبد الفتاح السيسي تتكلم في 100 مليار دولار وإن في بعض الدول لم تفي بتعاهداتها الجزء المتعلق بالتحديات العالمية هل من الممكن أنها يكون لها انعكاس في تبطيق وطيرة أو أنها تنعكس على تنفيذ المخرجات اللي تمت في جلاسكو فمش هنعرف نبني عليها في قاب 27 الأهم في المؤتمر ده أنه هو التمهيد له يعني أرجو في كل قمة بتجدي أنه يوم ما تنعاقد يطلع البال الختام بتاعها يعني تقريبا وهي منعاقدة ليه لأنه حسب التحضير وكلما كان التحضير يعني يتمتع بتفاصيل أعلى واتصالات واتفاقيات وتعاهدات أكتر وتمفيذ لهذه التعاهدات كلما كان القمة نجحة وبالتالي جزء من نجاح قمة شارم الشيخ هو هذه التمهيدات التي جرت على مستوى الدبلوماسية المصرية والتي جرت على مستوى الرئاسة المصرية اليوم في ألمانيا لا يمكن أن تنجحي ولا يمكن أن ينجح المؤتمر إلا بعد هذا إلا بوجود هذه المحاولات والمباحثات والتفاهمات التي بتدخل في كافة التفاصيل وده الحقيقة يعني أولاً هذه الخطوة لم تحدث في المؤتمرات السابقة ومن ثم المؤتمرات السابقة كانت باستمرار مؤتمرات عبارة عن بيانات جميلة وتحذرات مزعجة ولكن في النهاية يعني ضجيجهم بلا طحين زي ما بيقول الآن بنجد الأول مرة إحنا أمام مؤتمر قبل ما ينعقد في نوبمبر أو في نصف نوبمبر بنجد أنه فيه تحذير بيبدأ من الآن مش بس على مستوى العلاقة بين مصر واللجنة الأمم المتحدة ولا على مستوى أن شارم الشيخ أصبحت مدينة خضراء ولا على مستوى اللوجستية أيضاً والأهم على مستوى الوصول إلى النتائج بالفعل موجودة يعني في النهاية بيقول إيه إحنا فعلاً بدل ما نقول يجب أن يدفعوا وجدنا تعهدات بالدفع أو وجدنا دفع بالفعل أنا بعتقد أنه من هذا المؤتمر بيتميز بأنه التحذير له هو سيكون سر نجاحه إن شاء الله طيب وإحنا بنتكلم برضو على التحذير لي هل من الممكن برضو يا أستاذ عادل إن إحنا نجنب التحديات اللي موجودة دلوقتي ما هو برضو ممكن الكثير من القوى العالمية تقول طب ما أنا عندي أزمة طاقة ما أنا عندي أزمة غزاء فممكن نجنب دفع الكثير من الأموال مثلاً في الجزء المتعلق بأزمة المناخ ولا العالم الآن أصبح أكثر وعياً إنه يفهم زي ما حضرتك شرحت في بداية إجابتك إنه في الآخر أزمة المناخ هي دايرة وهتأثر على طاقة وهتأثر على غذاء وغيره لا هو أحياناً بتجد أنه فيه البناء آدم والدولة الإنسان زي الدولة والدولة زي البشر يمكن أن تكون هناك خطط يجري تنفيذها للواقع والمستقبل ثم يأتي شيء طارئ يعطل هذا الأمر أو يقلل منه أنا أعتقد أنه أنت عارفة أنه درجة الحرارة في بريطانيا كم؟ أربعين بريطانيا دولة باردة بريطانيا عمرها معرفة جهاز التكييف الآن في درجة الحرارة أربعين خرجت الفئران من جحورها هل تتخيل إن هذه الدولة حصل فيها هذا الأمر وهتسكت وهتسيب الموضوع يعدي لأنه أصبح يهدد حياة الناس الحاجة الثانية أنه عندنا لبي ضخم جداً من جماعات الـ NGOS أو جماعات الأهلية في العالم هي ضاغطة على الحكومات هي ضاغطة على أن تكون حياتها أفضل لأنه وجدنا مثلاً على سبيل المثال أن أرقام السرطان بترتفع أرقام الإصابة للسرطان بترتفع إذا ميزانيات الرعاية الصحية أيضاً بترتفع طب ما ناخد جزء من هذه الميزانيات ونوفره للطاقة ثم نحدد بشكل أو بآخر كيف يمكن أنه الكل مقتنع بقضية المناح وفيه وعي متزايد به بل أنه الحياة الوعي وصل لبعض المواطنين في العالم كله يعني مثلاً حصل من كم شهر مؤتمر للشركات الطاقة في هيوستن فإذا بنجد أنه عشرات المتظاهرين وقفين قدام الفندق الفندق الانتر كونتيننتل بتاع هيوستن في نفس الوقت اضطر المديرين التنفيذين لهذه الشركات أن يخرجوا من الباب الخلفي للأوتيل فيه وعي جديد جداً شفنا ده في جلاسكو الشعرات مرفوع سلمونا رجعونا الأرض زي ما استلمتوها ودوا الحقيقة يعني بدأ بداية متوضعة من سنة 88 لما خرجت مجلة تايم تختار الأرض شخصية العام ثم وجدنا من من اللجنة التي أسستها الأمم المتحدة مكونة من 3000 خبير سواء كانوا في المناق أو في مسح البحار أو في قياس تفاعلات الأرض كل ذلك بنجدنا أن هذه اللجنة انشق ومبثق عنها عشرات اللجان وبقيت لها تأثير قوي جداً ووضع نعم هناك أزمة نعم هناك أولويات هتكون للغذاء ولكن في نفس الوقت لن تكون قضية المناق بعيدة عن الاهتمام طيب بما أن حضرتك تكلمت عن الأولويات والضغط والوعي اللي بقى موجود لدى المواطنين بالطبع الأولويات الملفات هتحكمها الأولويات هل هيجي في الأولويات الدول النامية وبختص هنا بالذكر الدول الأفريقية لأن يمكن الرئيس تكلم على أفريقيا وقد إيه أفريقيا بتعاني وهي الأقل مبعثاً والأكثر تضروراً فيما يتعلق بهذه الأزمة ولا أن بعض الدول تؤلل استخدامتها من الوقود نتجه إلى الطاقة النظيفة الملفات هتحكمها إيه أستاذ عادي طبعاً لغاية دلوقتي نحن نتكلم على أزمة الطاقة بشكلها التقليدي وأيضاً نتكلم على أزمة الغذاء وربما يعني وجدنا أن المباحثات التي تجري بين أوكرانيا وروسيا في تركيا حوالين خلق مصار لسفن القمح وجدت اهتمام مشابه أو موازي لاهتمام زيارة بايدن للشرق الأوسط لأنه في النهاية وجدنا في خطر شديد جداً على المحاصيل الأوكرانية لأنه جرى تدمير الزراعات هذا الموسم وأيضاً لا تزال عشرات السفن في البحر الأسود عاجزة على التحرك ومن ثم وجدنا في أزمة أكل في التالت أهم ما يهم البني آدم هو الطعام ولكن احنا لاحظنا أنه في مفراجة بدت الأمور النفسية تهدى شوية الألق ومن ثم وجدنا أنه في خفاض في سعر الطاقة إلى حد ما وأيضاً خفاض في سعر الأمح إلى حد ما وبالتالي أبعتقد أن ده الجزء النفسي في ارتفاع في ارتفاع الأسعاد ولكن أنا أعتقد أنه بصراحة وضية الحرب في أوكرانيا هي الفايصل المزعج في كل ما يحدث وهي المعطل والمدمر لكثير من الخطط الإنسانية والبشرية هو السبب عن ما جرى في كثير من الحكومات وأيضاً في استقالات حصلت في أوروبا يعني ممكن الأزمة الروسية الأوكرانية أستاذ عاد التأثر على أي مخرجات تخرج من كاب 27 فهنفضل برضو في الديرة بتاعت أنه قضية المناخ لسه مؤثرة حتجد يعني هو هنا براعة البراعة هنا في قادة العالم أنهم يخلقوا التوازنات باستمرار يعني باستمرار مهما كان حتى لو كانت مزانية الإنسان محدودة فإنه عنده جزء من الادخار إذا حصل طارق ليس معناه أن يفقد كل المدخرات وإنما يأخذ جزء من المدخرات التوازن ضروري وطبيعي جدا لأنه العالم مدرك دوقتي أنه كل الأزمات مرتبطة بالمناخ يعني هذه المسألة المهمة طب وإزاي في أفريقيا هيكون لها جانب يعني إزاي هنلفت النظر أنا بعتقد أن أفريقيا ربما عندها أوراق لم تستطع لم تلعب بها حتى الآن في حاجة جديدة في العالم اسمها المعادن الخضراء المعادن زي مثلا اليورانيوم زي النحاس زي هذه المعادن بتدخل فيه صناعات الوسائل لإنتاج الطاقة الخضراء زي مثلا السائرات الكهربائية زي منتجات الطاقة من الرياح إلى آخره هذه المعادن أفريقيا بتتمتع بنسبة كبيرة جدا منها وبالتالي لو قدرت أنها تستخدم هذه الورقة بجودة وده مشكوك فيه شوية بصراحة يعني كان ممكن تنجح يعني أصد حضرتك أنه أفريقيا يتم إلقاء الدوء على الكنوز الموجودة فيها أو السروات الموجودة فيها هي كنوز خاصة بمستقبل الطاقة الخضراء تستغل هذه الكنوز ففي الآخر يكون الجانبين كسبنين من المعادنة لكن هو يجب أن يعني عادة أفريقيا ما بتعرفش تفاوض على سرواتها يعني لو قدرت أنها تتفاوض على سرواتها الجديدة دي لأنها بتتكلمي على رقم طلب بيتزايد عليه سنويا بمعدل مال يقيل مثلا عن 100 مليون 100 مليار دولار على الطلب على الحاجات دي السيارات الكهربائية تقريبا بقت منتشرة النحاس بيدخل فيه كابلات الكهرباء بيدخل فيه صناعة السيارات دي وبالتالي لو قدرت أفريقيا أنها تخلق درجة تفاوض عالية جدا فهتكسب مكاسب من المناح السؤالي الأخير لحضرتك متعلق بالشق الثاني أيضا من هذه الزيارة يعني احنا يمكن شفنا كلمة الرئيس في حوار بيترسبرج كمان كان فيه لقاءات فنائية رئيس عقدها أبرزهم أو جيف مقدمة هذه اللقاءات لقاءه مع المستشار الألماني أولاف شولتز العلاقات المصرية الألمانية في حياة علاقات قوية وعلاقات راسخة ومتينة إزاي من الممكن أنه برضو يتم من خلال التحركات الخارجية وسياسة مصر الخارجية في الأوانة الأخيرة أننا نكون بنبني على ما تم من إنجازات متعلقة بالعلاقات زي يعني علاقة بين مصر وألمانيا علاقة متينة جدا وعلاقة قوية جدا في حجم من التبادل التجاري بوصل لستة مليار دولار تقريبا يعني في مشروعات كتيرة جدا نافذة ألمانيا في مصر زي محطات الكهرباء وزي القطار الكهربائي أيضا مصر الحقيقة يعني لعبة دور محترم جدا في منع الهجرة غير الشرعية المحاكة أبرز أزمة عند مستشارة ألمانيا طيب المحاكة الأزمة بتاعت ميرك لو أنا كنت موجود في ألمانيا في الفترة دي وكانوا اللاجئين بيعودوا في هناجر موجودة في مطار كان مطار اللي استعمله هتلر في الحرب العالمية التانية وأنا عملت مهم تحقيق صحفي في الحقيقة المهم يعني أنه في هذه قضايا مصرية موجودة وبالتالي مصر لها دور تأثير مؤثر في العلاقات بالإضافة لحتة مهمة جدا أننا عندنا دلوقتي تحول في الطاقة من الناحية الروسية إلى الناحية غير الروسية ومن ثم مصر هتلعب دور مهم جدا في زيادة صادرات الغاز الطبيعي سواء المنتج في مصر أو المنتج في دول أخرى إلى أوروبا لإنقاذ ألمانيا والإنقاذ أوروبا من اللي تخطح كان يمتخذ 40% من حاجتها من الاتحاد من روسيا هتنقذها من شتاء يعني شتاء قادم إن شاء الله سيكون شتاء دافعا بإذن الله إن شاء الله هو يمكن كثير من المحللين أو اللي تابعوا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية لما كانوا بيتكلموا ماذا أمام ألمانيا لأن ألمانيا كانت هي أكبر دولة في دول التحدي الأوروبي بتعتمد على روسيا كانوا بيتكلموا أنه من ضمن البدائل لربما تكون مصر على كل حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكتب الصحفي الكبير أستاذ عادل حمودة شكرا جزيلا لحضرتك وأنت يا عادل مني لحضرتكم على طيب المتابعة ألقاكم غدا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر